السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد أحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى المجلس الثاني من مجالس الفقه الميسر أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاءا مستجابا وتوفيقا دائما في هذا الدرس سأتحدث عن أحكامي وآدابي التخلي أو قضاء الحاجة في هذا اليوم عندي مجموعة مسائل المسألة الأولى أن شريعة الإسلام شريعة عظيمة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها ولذلك هذا الباب يدل على عظم هذه الشريعة وأنها جاءت بما يصلح المسلم في جميع أحواله وبما يبعد الشر والفساد عنه وقد كان أهل الجاهلية في مسألة قضاء الحاجة لديهم ممارسات مغلوطة وفوضى وعبث من كشف العورات من ملابسة النجاسات من عدم الاحتشام في كثير من الأمور والحاجات فجاءت الشريعة فأطرت هذا بإطار شرعي بإطار شرعي حتى يبقى المسلم في حالة احتشام وفي حالة استجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ليشعر بأنه مكلف حتى في أدق الأمور حتى في أدق الأمور وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة الأمر الثاني أن الفقه رحمهم الله تعالى ينتقون العناوين الجميلة للأشياء المستقبحة من خلال الوازع الطبعي فقضاء الحاجة هو خروج البول والغاة ولذلك تجده مثلا يقولون أحكام التخلي أو أحكام وأداب التخلي أو باب الاستطابة الاستطابة أو باب قضاء الحاجة في إشارة إلى أن المسلم يجب أن يتأدب بآداب القرآن وبآداب السنة من حيث استعمال الألفاظ الجميلة الطيبة لاحظ القرآن مثلا في قول الله في مسألة الجمع قال فلما تغشاها قال أو لامستم النساء وهكذا تجد كلام مفردات جميلة في السنة النبوية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الألفاظ الجميلة يستخدمونها وهذا يجعل المسلم دائما مستضل بظلال الاحتشام والأدب المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء كل شيء ولذلك هو المعلم الأول وهو المرب الأول وهو لنا كالوالد فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم كالوالد ولذلك علمنا كيف نقضي الحاجة صلى الله عليه وسلم فما من خير إلا ودلنا عليه وأمرنا به وأرشدنا إليه وما من شر إلا وحذرنا منه ونآنا عنه وسجرنا عنه صلى الله عليه وسلم ولذلك هذه القضية قضية من أهم القضايا المسلم دائما يتعامل وفق ما يمليه عليه دينه ما تمليه عليه هذه الشريعة حتى في أدق الأمور ولذلك المسلم يشعر بأنه فعلا مستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم دائما يشعر بأنه منظم مرتب يعرف لماذا خلق يعرف لماذا يفعل هذا الشيء ولماذا يترك هذا الشيء استجابة لله واستجابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام المسألة الأخرى أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل وركب فيه طبعا محبة الطعام والشراب وهذا الطعام والشراب يتحول إلى فضلات هذه الفضلات هي نجاسات سبحان الله العظيم يأكل الطيبات وتخرج نجاسات هذا الأمر الفطري الذي عند كل إنسان جاءت الشريعة فجعلت له أحكام وآدام ورتبت هذا الأمر ترتيب عجيب ولذلك إذا الإنسان قضى حاجته هذا هذه فترة الإنسان قضى حاجته فإن هناك مجموعة من الأحكام والأهدام المسألة الأخرى عندنا الاستنجاء والاستجمار تسمعون دائما أو تقرون الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء هو إزالة إزالة الخارج من السبيلين بالماء إزالة الخارج من السبيلين بالماء طيب ما هما السبيلان السبيلاء أو السبيلين هما البول والغاط يعني الخارج من السبيلين من محل السبيل البول والغاط بالماء بالماء الاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها كيف ما يقوم مقامها مثل المنذير الورقية الآن مثل الخرق مثلا مثل الخرق هذه سمى استجمار طيب المسألة التي بعدها هل لابد من الاستنجاب الماء أم يكفي الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها ما يقوم مقامها الجواب أنه يجوز الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء إذا توفرت شروط الاستجمار الصحيح ولذلك لو أن شخصا استجمر بالمناديل الورقية وقطع الخارج من السبيلين بثلاث مساحات فأكثر يقطعهما بوتر مثلا فإنه أزال يعني أزال النجاسة قطع النجاسة ولا يلزمه أن يستنجي بالماء لكن الأفضل أن يستعمل الماء والحجارة يعني يستعمل الحجارة أولا أو المناديل أولا ثم يستنجي بالماء لكن لو اكتفى بأحدهما لا حرج لو اكتفى بأحدهما لا حرج وهذا يوجه إلى الإخوة والأخوات ممن مثلا يجرون عمليات بواسير مثلا أو لديهم خراج مثلا ويشق عليهم استعمال الماء لأن الماء عدو للجروح الماء عدو للجرح فيستجبر بالمناديل ولا يكلف نفسه أنه يستعمل الماء أن بعض الناس عنده وسواس أو جهل فيذهب يستعمل الماء فيتضرر الجرح لا يستجمر الحمد لله بالأوراق المادير الورقية ويكفي هذا على أن يكون ثلاث مرات فأكثر فإذا لم ينتهي الأذى بالثلاث يزيد الرابعة والخامسة وهكا ولذلك صح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء يقول أنس فأحمل أنا وغلام نحوي يعني قريب من سني إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم هذا الاستنجاء بالماء وصح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه فإنها تجزئ عنه الله أكبر لاحظ فليستطب وهذا أخذ منه الفقهاء باب الاستطابة يقول تقول عائشة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط الغائط ما هو الغائط هو المكان المنخفض في لغة العرب المكان المنخفض فلما كان قديما الذي يقضون الحاجات يذهبون إلى هذا المكان المنخفض سمي الخارج غائطا بسبب المجاورة مجاورة المكان مجاورة المكان بالنسبة للإستجمار يجزئ بكل منقل مباح مثل ما ذكرت لكم الورق الخرق الخشب غير المضر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة يستجمر بالحجارة والعلماء يقولون كل ما هو في معنى الحجارة فإنه يلحق يلحق بها بشرط أن لا يكون مؤذي مثلا أو لا يكون محترم كطعام مثلا أو شيء من هذا القبيل وجاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم نستنجي برجيع أو عظم الشاهد نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ولاحظوا بأن الاستنجاء يعبر عنه استعمال الماء واستعمال الحجارة وهذه مسألة معروفة عند العلماء إذن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجار فأكثر فإذا أنقت الأحجار الثلاثة كفية بذلك اكتفى اكتفى أو المناديل مثلا أو المناديل ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم رجيع الروثة لأنه ركس وهي طعام دواب الجن والعظم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن العظم لأنه يؤذي لأنه يؤذي من الأحكام أيضا إخواني وأخواتي حرمة استقبال القبلة ببول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء إذا كان الإنسان في الصحراء فلا يجوز للإنسان وهو في الصحراء أن يستقبل القبلة إذا أراد أن يقضي حاجة وإنما يذهب يتجي إلى غير جهة القبلة لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا أو غربوا شرقوا أو غربوا بالنسبة للمدينة الكلام هذا في المدينة اللي خارج المدينة لا بد أن يعرف الجهة فلا يتجه إلى القبلة قد تكون القبلة بالنسبة له إلى الغرب مثلا فيتجه إلى الشمال أو الجنوب لأنه لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبر يقول أبو أيوب الأنصاري فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله إذن هذا فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدباره في الصحراء طيب لو وضع حائش أمامه أو صلى خلف حائط أو حائش أو شجر أو كثيب رمل انتفى هنا زال النهي لماذا؟ لأنه جعل بينه وبين القبلة شيء طيب في البنيان البنيان لا بأس لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وإن كان بعض العلماء كره ذلك لكن الذي يظهر أن في البنيان لا حرج والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستدبر الكعبة ولحديث مروان الأصغر قال أنا أخي ابن عمر بعيرهم استقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت أبي عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء يعني في الصحراء في الصحراء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس فلا بأس والأفضل للإنسان خروج من الخلاف أن يجعل مراحيض حمامات البيت إلى غير جهة القبلة إلى غير جهة القبلة هذا هو الأفضل والأكمل لكن لو حصل لا شيء عليه من الأحكام والآداب يسن للإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا سنة إذا جاء ليدخل يقول باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قيل الخبث ذكران الجن والخبائث إناث الجن وقيل هو الشر كلهم وبعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا غلط يقول بسم الله هذه التسمية بسم الله وهذا عندما يريد يريد الدخول إلى الحمام يريد الدخول عند باب الحمام طيب إذا كان في الصحراء متى يقول عندما يرفع ثوبه ليقضي حاجة عندما الآن يبدأ يرفع ثوبه ليقضي الحاجة إذا كان في الصحراء يقول هذا لأن الصحراء ليست مثل المراحيض التي في البيوت وإذا خرج بعد قضاء الحاجة يقول غفرانك ورد في حديث سناد وضعيف زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذه ضعيفة فيكفي أن يقول غفرانك أيضا من الأحكام أنه إذا أراد دخول الحمام يقدم رجله اليسرى وإذا خرج قدم رجله اليمنى بالنسبة لكشف العورة يتنبه الإنسان ويحذر إذا كان في الصحراء لا يكشف عورته ولا يرفع ثوبه إلا إذا دنى من الأرض إلا إذا دنى من الأرض حتى لا يراه أحد وأما في داخل المراحيض فإن التسمية والاستعاذة سبب إن شاء الله من أسباب يعني طرد الشيطان عن أن يرى عورة المسلم ولذلك جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله أن يقول بسم الله وأيضا حديثه أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم أن يعود بك من الخبث والخباث وهذا طبعا يشمل المراحيض ويشمل الصحراء لكن ذكرت أنا بالنسبة للإنسان في الصحراء لا يرفع ثوبه وهو واقف وإنما يرفع إذا دنى من الأرض حتى لا ترى عورته أما في الحمام فبمجرد إغلاقه الباب يجوز له أن يكشف عورته ولا يضره شيء ما دام أنه قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث ولذلك جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض لا يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض أيضا من الأحكام لا يمس الإنسان فرجه أو ذكره بيمينه عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة وهو يبول يعني ولا يستنجي بها مختلف العلماء في النهي الوالد في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه فمنهم من ذهب إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية والصواب أنه مكروه كراهة تحريمية الكراهة تحريمية فلا يجوز للإنسان أن يمس ذكره بيمينه إذا بال إذا بال أما في غير البول فلا يعني على الإباحة وأيضا إذا استنجى لا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي بشماله بيساره لقول عائشة رضي الله عنه كانت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجوله وطهوله وفي شأن كله ولذلك قال العلماء كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل اليمين للطيبات ويجعل الشمال أو اليسار للمستقدرات والمستقبحات مسألة أخرى أن الإنسان لا يجوز له أن يلوث المرافق العامة ببول أو بغائط مثل يعني مكان الجلوس جلوس الناس الحدائق الظل النافع مثلا أو تحت الشجر المثمر تحت الشجر المثمر أو يلوث موارد المياه مثلا بعض الناس يأتي إلى بعض موارد المياه فيبول فيها أو يتغوط هذا كله مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل والظل وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا اللاعنين قال ومن لاعناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلم لأن هذه أمور تجلب اللعنة هذه الأمور تجلب اللعنة فإذا جاء شخص وراء هذا المكان الذي يستظل به أو يجلس الناس فيه قد تغوط فيه شخص أو تبول سيقول لعن الله من فعل هذا لعن الله من من فعل هذا مسألة أخرى بالنسبة لمن يقضي الحاجة المشروع في حقه أن لا يتكلم ويكره له كراهة شديدة أن يقرأ القرآن بل ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك أنه يقرأ القرآن وفي الحمام يجهر به أما إذا أمره على قلبه لا حرج يعني مقصود يعني تذكر القراءة لا حرج أما إذا تلفظ فلا أما إذا تلفظ فلا كذلك من الأحكام أنه لا يجوز قضاء الحاجة بين قبور المسلمين ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجة أم وسط السوق ولذلك المقابر هذه حق للأموات فالميت في قبره كالحي في بيته الميت في قبره كالحي في بيته أيضا يكره للإنسان أن يدخل معه أثناء قضاء الحاجة شيء فيه ذكر الله ذكر الله إلا لحاجة إلا لحاجة والحاجة مثلا كانت تكون نقود مثلا نقود ما استطاع الإنسان أن يخرجها مثلا أو إذا أخرجها ربما سرقت مثلا إلا إذا كان في بيته فإذا كان في بيته يكره له أن يدخل بالنقود اللي مكتوب عليها مثلا لا إله إلا الله أو الله أكبر أو سبحان الله أو مثلا آيات قرآنية هذه ما يدخل فيها دورة المياه أو يدخل بأوراق فيها ذكر الله عز وجل هذا كله مما كرهه العلماء أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس مثلا ما ذكرت النقود مثلا فواتير أوراق وثائق مثلا وثائق أما المصحف فيحرم المصحف يحرم أن يدخل به الإنسان دورة المياه هنا سؤال يعني بعض الناس طيب يقول بالنسبة للمحمول المحمول جوال موبايل كذا فيه تطبيق القرآن لو دخل الإنسان وفي جيبه هذا المحمول ما حكم ذلك الجواز لماذا لأن هذا المحمول القرآن هو جزء من هذا الجهاز يعني هو تطبيق واحد وليس ما يسمى هذا الجهاز قرآن وإنما التطبيق وهذا التطبيق أصلا لا يشتغل إلا بفعل صاحب الجهاز هو الذي يشغله فما دام أنه كامن ساكن داخل هذا الجهاز وهو لا يشتغل ما في بأسه الإنسان أصلا في صدره قرآن يعني أنت الآن في صدرك قرآن فهل يعني يقال والله ما تدخل الحمام لا غير صحيح فتنبه لهذا لأن بعض الناس يتشدد في هذا في أمر يعني الأصل فيه الأصل فيه الإباحة بالنسبة للإنسان الذي يقضي حاجته ذكرت بأنه الأصل أنه يقضي حاجته صامتا لا يتكلم لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا إلا لحاجة كأن يناديه شخص مثلا يبحث عنه يناديه ممكن يرد عليه وإذا اعتقد بأنه لن يكرر النداء لن يكرر النداء الأصل أنه يتركه يتركه وإذا سلم عليه شخص لا يرد فالنبي عليه الصلاة والسلام مر عليه أحد الصحابة وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قضى حاجته فذهب إلى جدار فضرب يده وتيمم صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إليه واعتقد تذر منه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجته الله أكبر هذا أدب من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك للأسف بعض الناس الآن يعني يجعل من الحمام وأثناء قضاء الحاجة محل الكلام والرغي وبعض من الأسف يعني يعني يأتي بأشعار يأتي بأغاني يأتي بكذا وهو يقضي حاجته ولذلك العلماء نصوا على أنه يكره اللبث على الحاجة طويلا لغير سبب قالوا حتى بأن هذا يورث أمراض أن يبقى الإنسان على حاجته أن يبقى الإنسان على حاجته وللأسف يعني بعض الناس يعني بدأوا يقلدون الآخرين فجعلوا من الحمامات مكتبات يمكن تستغربون أنا رأيت هذا بنفسي مكتبة فيها مجلات فيها كتب فيها روايات قصص وهو يقضي الحاجة يقول لك أقرأ كيف هذا كلام هذا فعل لا يليق والمشروع في حق المسلم بأن يقضي حاجته ويخرج مباشرة ولا يطيل اللبث ولا يطيل اللبث لكن لو أنه أحب أن يستمع من خارج المرحاب يعني شخص يقرأ عليه شخص أو أو مسجل أو كذا هذا لا بأس أن يسمع يعني لا أحد يمنع السماء لكن أن يقرأ هو يأتي بشيء في الحمام ويجعل الحمام مكتبة يقرأ فيها أو مثلا وهو يقرأ هذا هذا تقليد أعمى هذا تقليد أعمى الأمر الآخر بالنسبة لدخول الحمام يجوز أن يدخل الإنسان المرحاب حافيا ما دام أنه متيقن أو غلب على ظنه طهارة الأرض طهارة الأرض أما إذا غلب على ظنه نجاسة الأرض أو تيقن فلا وإنما يغسل النجاس أو يجعل حائل بين رجله وبين النجاس وهو لبس النعال لبس النعال أقول هذا لأن بعض الناس لديه وسوسة بحيث أنه إذا كان في المرحاب أغلب المراحيض الآن طبعا في جهاتنا نظيفة فبعض الناس يسألني يقول طيب أنا رجلي لمست البرسلان أو البلاط أو الرخام اللي موجود في الحمام أعيد الوضوء كيف تعيد الوضوء لو افترضنا لو افترضنا رجلك لامست نجاسة من تقضى الوضوء تغسر النجاسة كيف والأرض نظيفة كيف والأرض ما فيها شيء من هذا القبيل يعني قضية والله أنه يقول أن كل شيء في الحمام تنجس غير صحيح غير صحيح هذه أخواني وأخواتي أهم المسائل وليس كل المسائل المتعلقة بمسألة قضاء الحاجة أختم بمسألة وهي للأسف منتشرة عند أغلب الناس ما يعني يروج ويقال بأن لا تتركون شيء في الحمامات المناشف أو الثياب أو شيء وهذه خرافة وهذا دجل يقولون بأن هذه يعني تورث الطاقة السلبية وهذه تفعل كذا وكذا وهذا حقيقة عقيدة خطيرة جدا يا أخواني بارك الله فيكم تنبهوا لا بأس بترك المناشف في الحمامات ترك مثلا ملابس الغيار في الحمامات كل هذا لا بأس به وليس له علاقة في التحريم والتحليل هذا الأصل فيه الإباحة وقول والله هذا يعني يمتص الطاقة السلبية أو يعطي الطاقة هذا كلام يعني إلى الخرافة أشبه ولذلك لا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء أكون بهذا قد أتيت على أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب الجميل والرائع وهناك مسائل كثيرة طبعا ضربت عنها صفحا لأنه في الغالب أنها يعني تصلح في الصحراء مثلا يعني النهي عن البول في الجحر أو الشق مثلا أو شيء من هذا القبيل أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى المجلس القادم بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته